السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير. النهاردة حبيبي هنعمل لكم السردين المملح بطريقة سهلة خالص ويبقى طري ولحم أحمر وجميل وناعم زي الزبدة بمكونات بسيطة خالص. الاول انت هتجيب السردينة الصبحة ما تجيبهش الهات اللي تكون عينيها بتلمع كده. عينيها بتبرق ما تجيبهش اللي عينيها مطفية بتبقى مش صبحة. طبعا انا هعملك هتعمل كمية للمناسبة ليكي. انا هنا حوالي كيلو هخلله. واقول لك خطوات مهمة جدا علشان تخلي السمكة معاكي طرية وجميلة. يلا حبيبي نبدأ باسم الله بس يلا قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ونحط لايك للفيديو ونعمل متابعة للقناة لو انت مش متابعة للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. يلا باسم الله نبدأ. الاول كده حبيبي بعد ما تجيب السمكة الصبحة الحلوة هنخسلها كويس. طبعا انا في ناس بتعملوا من غير ما تتخسله. لا نخسله علشان الحاجات دي بتبقى في السوق معرضة الأطربة وحاجات ممكن تكون مش نجيفة. فهنخسله كويس. بس عشان هنخسله كويس هنعمل ايه? هنحطه في مصفى ونبيته ليلى كاملة في المصفى لحد منزل كل المياه اللي فيه. دي اول خطوة فيه. اول خطوة نخسله كويس ونبيته ليلى كاملة لحد ما ينزل كل ميته. ونبدأ ننشفه كماني كده بعد ما ايه? تطلعي كده? تنشفه من اي مية فيه. انا 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 مبيتان ليلى كاملة. وهبدأ معكو على طول خطوات تخليل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اول حاجة نبيته ليلى كاملة علشان ينزل كل ميته وينشف خالص. بسم الله. نشوف بقى هنخليله ازاي? يلا حبابي نبدأ بسم الله. اولا كده حبيبي نبدأ كده نجيب كمية مناسبة من الملح نعم او خشن الموجود عندك لو خشن يكون افضل. هنحط عليه معلقة كوركم ومعلقة شطة كبيرة. ممكن تحطي معهم فلفل اسمر حب بس انا مش موجودة عندي. المادة الحفظة اللي هنحطها عندي اللوري. انا بدأت اخليل السمك بالليل. فما كانش فيه موجود عندي سمك بتاع فلفل اسمر حصن. يبقى كوركم وشطة ومالح. وهنحط المادة الحفظة بتاعتنا ورق لوري. نقلب بقى كل ده مع بعضي كده بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف هنعبيه ازاي. متخافيش من الشطة مش هتخليه حرق. الشطة برضو كمادة حافظه. عشان ما يجعلوش اي حاجة. هنجيب حبايب علبة تكون محكمة الغلق. مهم جدا تكون محكمة الغلق. هنحط فيها شوية من خليط الملح والشطة والكوركم بنحن حطناه. ونحط ده كده في الارضية. وورق اللورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان مهم جدا نحط حاجة جميلة جدا هتخلي برضو كتحافز على على السردين وتخليه جميل. هنجيب لمونا نقطحها كده شريح. ونحطها في الارضية كده. مهم جدا اللامون ده. هيحافز برضو كعليه. خلاص كده حبيبي نبدأ بقى نحط السمك. واحدة خلف واحدة كده. واحدة الرأس عند الديل والديل عند الراس كده. خلف خلاح زي ما بنقول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تكون العلبة محكمة الغالق. هنحط ايه؟ بين كل طبقة وطبقة. شوية ملح كده. رشة خفيفة مكة طريش. هو مش بيستحمل ملح اصلا. نحط لورق اللورة. ولمون. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني نعيد نفس الحكاية. نحط كده بالعكس. بسم الله الرحمن الرحيم. ونرش رشة خفيفة. وفي حاجة بقى هحطتها كمان في الاخر. هقولك عليها في الاخر خالص. هتخلي السمك طري وجميل جدا. نستردين تكليه كده لحمته كده زي الزبدة. نخلص بس كده وقولك نحط ايه. كده خلاص حبيبي رصينا كل الكمية. هنيجي بقى في الاخر نرش عليه شوية ملح كمان كده. بسيط خالص كده. حاولي ما تكتريش الملح علشان ما يحدقش منك قوي. هو مش بيستحمل لحم ومش بيستحمل الملح كتير. كده خلاص حبيبي. حطينا اللور وحطينا اللامون كمان على الوش. اللي هنفطه بقى في الاخر. هنفط عليه زيت. زيت عاجي خالص من زيت الاكل بتاعنا. هيديله طروا وخليه جميل جدا. خلاص كده حبيبي. نقفل عليه الكيس بقى. بسم الله. مربوطه كويس. قفلنا عليه الكيس كده كويس حبيبي. خربنا منها كل الهوا. وهنقطيه آآ بضغطة بتاع العلبة. دازم تكون العلبة مهتمة الغلق. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قفلنا العلبة خالص سهيا. كلها مقفلة. والسمك جواها مكبوس فيها. هنعمل ايه بقى? هنحطها في كيسة سامرة ونقفلها ونحطها في مكان مفوهوش نور. يعني حطشها تحت اي حاجة تحت يعني في جنب كده يكون ايه مفوهوش ضلمة شوية. ويكون مكان جيد التهوية كأنه مفوهوش حاجة تقدر تخش له. هو مش هيطلع ريحة ولا حاجة. نحطه بقى في كيسة سامرة ونقفله. هنفتحه امتى بقى? يعني ايه من خمسة لست ايام بالزبط كده. هفتحه واقول لكم خد معانا قد ايه بالزبط. نرجع لكم بقى حبيبي بعد ما يتخلل ونشوف خد معانا قد ايه. بس هو انا خد معانا قد ايه بالزبط خمس تيام. لانه مش بيستحمل السوا. مش بيستحمل ان هو يعود مكي كتير يعني. نرجع لكم بقى حبيبي بعد ما ايه ما يكون ايه اتخلل. بس ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة حبيبي فاضطريت ان انا اخليه الجزء واعمله وعينته. وفتحت عليه بعد تامان تيام بالزبط النهاردة تمانية رمضان. اه بقى مستيوه جميلة اه انا فتحته وان شاء الله هخزنه في الفريزر. يعني انا هفرزه. لان طبعا مش هنكل في رمضان حاجات زي كده. احنا هنكله في العيد ان شاء الله. يلا لحقوا بقى هاتم سردين دلوقتي موجود في السوق اه كتير. لحقوا خللوه علشان تكلوه في العيد ان شاء الله. هياخد معكم زي ما قلتلكو تمنت يام بالزبط. في الجو اللي احنا فيه ده. ولو الدنيا بردت شوية ممكن تزاوديه يوم او يومين. اه حبيبي دي كانت وصفتنا النهاردة. عايزين تعملوها تعملوا الفسيح كماني. انا عندي على القناة الفسيح عاملا قبل كده. بطريقة سهلة وبسيطة خالص. وبرضو بتلحقوا تعملوه وينزل معكم في العيد ان شاء الله. هحط لكم لنك الفيديو في صندوق الوصف وفي تعليق مسبت على القناة ان شاء الله. ما يلا هتعملوه. ما تنسليش من اللاك والشير وسبسكرايب للقناة حباب قلبي. عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. مع سلامة الله.